رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية السابق يرشح بعض المنتخبات الأفريقية للتتويج بالكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أهلا بكم أكد الناخب الجزائري السابق رابح ماجر أن المنتخب الجزائري هو المرشح الأبرز للتتويج بنهايات كأس أمم إفريقيا وقال ماجر في تصريحات صحفية بالنسبة ليف المرشحون بالتتويج بالكان هم الجزائر والسنغال والكاميرون البلد المستضيف ومنظم الكان والذي سيكون دائما سفيرا للقارة وتابع حديثه قائلا يجب أيضا أخذ مصر والمغرب وتونس بعين الاعتبار لأنهم يملكون منافسة في الأرجل وهي كأس العرب الأخيرة ودون نسيان ساحل العاج أيضا التي ستقول كلمتها وأضاف قائلا هناك بوركين فاسو الذي تعادل مؤخرا مع الجزائر 22 ولا يزال منتخبا جيدا ويمكنه إلحاق الضرر تماما مثل مالي التي تملك طموحا للزهاب بعيدا ليختتم ماجر حديثه قائلا فرص الجزائر جيدة وهذا الفريق بوسعه الزهاب بعيدا ولكن المنافسة ستكون صعبة ومع ذلك فإن من الواضح أن الجزائر يملك الوسائل للاحتفاظ بلقبه في الكاميرون كانت هذه تصريحات رابح ماجر المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري ونجم القرى الجزائرية قلونا رأيكم في التعليقات ولا تنسونا بلايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا